أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن كوريا الشمالية سجلت في 2018 أدنى مستوى من المحصول الزراعي منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد وافتقارها إلى الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاءة الزراعة وقالت المنظمة أن إجمال المحاصيل الزراعية في كوريا الشمالية بلغ في العام الماضي 4.950.000 طن أي أقل بنصف مليون طن مما كان عليه في 2017 وتعاني كوريا الشمالية التي ترزح تحت وطأة عقوبات صارمة من المجموعة الدولية بسبب برامجها النووية والباليستية المحضورة من نقص غذائي حد مزمن وغالبا ما تدان كوريا الشمالية من قبل المجموعة الدولية بسبب إعطائها الأولوية لبرامجها العسكرية بدلا من الاهتمام بشؤون شعبها وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة صنفت كوريا الشمالية في كانون الأول ديسمبر ضمن 40 دولات تحتاج لمساعدات خارجية لتوفير الغذاء لشعبها